تستمر الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان التي ترقى إلى جرائم الحرب في إقليم تيجري الإثيوبي وذلك بعد أن اتهمت العديد من المنظمات الدولية الحكومة الإثيوبية منع دخول المساعدات الإنسانية بعد أن سيطر مقاتل تحرير تيجري على عاصمة الإقليم في هذا الصدد أكد تقرير جديد لبرنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة أن 5 ملايين ومائتي ألف شخص من سكان تيجري أي ما نسبته 91% بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة منقضة للحياة وأشار تقرير البرنامج الأممي إلى أن أحدث تحليل للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي في تيجري أن 350 ألف شخص في الإقليم يعانون من مستويات كارثية من الجوع في جميع أنحاء المنطقة حيث يعاني 4 ملايين شخص أي 70% من السكان من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد وأضاف التقرير الأممي أن المزارعين في تيجري يعانون نقصا في البذور والأسمدة وبالتالي سيتأثر الحصاد الرئيسي في سبتمبر ومن المحتمل جدا أن تحتاج أعداد كبيرة من الناس إلى استمرار المساعدة الغذائية الطارئة ودعم التغذية حتى عام 2022 ولا فتت تقرير إلا أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 176 مليون دولار أمريكي لمواصلة توسيع نطاق استجابة في تيجري لإنقاذ الأرواح وسبل العيش حتى نهاية هذا العام ترجمة نانسي قنقر